هناك أمور شائكة هناك متطلبات التي تشعر بها من هواته إلى النهارات الغدال والله شهر ونه شهرين هي أن شمال الموريتاني يدور انفصال عن الموريتانيا يدور الحكام الذاتية هذا يجب أن تفهموها أنت تفهمت أنه إرتباطات وهي نفس الأسرة المتواجدة في شمال الموريتاني هي نفس الأسرة المتواجدة في الصحراء هذا البيان المغصني الآن من عن شخصية رتبة عالية في الأمن الموريتاني والله في الجيش الموريتاني يقول بيان تيار الحكم الذاتي لشمال الموريتانيا ضمن موريتانيا موحدة نعلن دعوتنا نحن الموقعون على هذا البيان التأسيسي لحكم ذاتي لشمال الموريتانيا بولاياته الخمسة تقانت إنشيري آدرار تيرس الزمور داخل تنواذبو مع التمسك الكامل الصارم بالجمهورية الإسلامية الموريتانية وحدة وطنية ولحمة مجتمعية وحوزة ترابية وهوية حضارية جامعة أساسها الإسلام ولغة القرآن مع الاعتراف بلغاتنا الوطنية وتنوعنا الثقافي الثري الواعي وتأتي هذه الدعوة تناغما مع الدعوات الدولية والمواثيق العالمية المصادقة عليها والمكرسة لحقوق وأولوية السكان الأصليين في الاستفادة من خيرات بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أنا هنا الخلطة في الرأي العام المطني والرأي العام الإقليمي والمغاربي والدولي لأي نعدي لكم إعلان تاريخي وما اللي خالق الله هو خالق الله هو من ذرك اللورة خالق الله هو وما اللي نخطير نقول لكم بأنه لا رجعت عنه ما نتراجع عنه قيدة المدى باختصار نحن للشماد وأنا في الحقيقة هون نعبر عن راسي يغير نختلل للشماد يتبنى كاملين هذا الرأي وهذا التوجه السياسي نطالبين بدل نقادل الحكم الذاتي المنطقة الشمادية كاملة الولايات الخمس تقانت وينشيري وادراء وتير الزمور ودخل تنواذبو بيهد الرأي العام الوطني الأمني وموريتان والرأي العام الإعدامي والسياسي والتوجه العام داخل داخل الأوساط اللي محسوبة على اللي قال الجمهورية الإسلامية الموريتانية قالوا نحن للشمال أقلية ولا عندنا أي قيمة من ناحية انتخابية وهذا قالوا بلساني الحالي والمقالي ولا هم أعاطينا أي اهتمام وأرضنا مالسين فيها السياسة للأرض المحروقة فيها الشماية وهم الخيرات تقبلوا خيرات هنتم والموريتان الأخرين ولا يقال رفيكم ولاكم معترفين بهلهم ولاكم أعاطيهم مقابلهم قيمة معنوية ولا قيمة سياسية ولا قيمة مرموسة أركاتينا احنا نقالبين بالتمسك التمسك الصارم والمبدعي والأخلاقي والسياسي بدل نقال الوحدة الوطنية وبقاء الجمهورية الإسلامية الموريتانية وموحدة إلى الأبد بجميع ولاياتها وبجميع مكوناتها وبجميع تنوعها ومعتزين بهوية الحضارية الإسلامية ومعتزين بتنوعها الثقافي واللغوي والأثني والمصلحي على أساس مؤشرات القوجة في عدم إمكانية التعايش بين الولايات الشمالية التي عندها طابع خاص من قد الكرام وقليله ومن قد الخلطعات عندهم المردل نقالها الديمقراطية والزرق ومعنا نياسرين موضوعيا من قد من قد من قد عدومان من قد النوعية زاكية وهما القائمة علينا البلد قائمة علينا من قد تأسيسنا القطاع الخاص قائمة علينا من قد رجالتنا اللي في الحقيقة يعدوا اللي شي صالح فاقنا بالأحيان وشميع الميادين ولا يعدوا شي خاسر إلى ما ندروا لكل يقوم السفهاء وقائمة عليها من قد ثقلنا الاقتصادي ومن قد بركة أرضنا اللي ما يمرق منها ما هو معدن أصفر واللبيض واللزرق ومناخنا جيد وواحاتنا وحيواننا ومياهنا المعدنية وثرواتنا السمكية وغيرها ركت إياها حكم ويديكم عن ذلك وثرواتنا ومطالبين بحكم ذاتي وبحوار استعجالي من أجل إقرار الحكم الذاتي للمنطقة الشمالية لهذه الولايات الخمسة للقرط ولا تلا حد يدخل النبا ولا تلا حد يدخل ولا حد لا يجيطان ولا حد لا يجيطان ولا حد لا يجيطان ولا حد لا يوظف ذيك الأرض من الملتان الأخرين ما هو عن طريق تأشيرة وعن طريق رسوم وعن طريق دفع ولا عدنا لا يشاركوا في الحكومة المركزية نشاركوا كما يري على ضوء الدستور والمطيات والراشعات الدستورية لذلك نجال الوظيفة الوزارة الأولى من هنا نعود حد مننا ما هو في الرئاسة تعود عندنا بحكم المقايضة عن أرضنا وخيرات أرضنا بشكل احنا ما نجد نعود أرضنا فيها من الخيرات وتوكلوا هنتم ومنين نعود زمن الصيف نتلاوه مثلنا نصيروا على ثروتكم الحيوانية المباركة وشيخنا براكزانبر شخص ماسيد دائرين على السلحة المنتجات الرعوية وفي المقابل ما عدنا أي قيمة سياسية وخلقنا خالي وأطار ما فيه شيء ونواذب وخلق ومطالبين بحوار دستوري استعجالي ومراجعة دستورية استعجالية من منطقة الشمال تقاند وادراء منشيري دقة نواذب هذه وتير الزمور هذه الولاية الشمالية تتمتع بحكم ذاتي مقرر في الدستور الموريتاني ومتمسكين بالجمهورية الإسلامية الموريتانية والوحدة الوطنية والحوزة الترابية ومعترفين بنا جزء من البلد يا خير في الحقيقة نتيجة العدم القدرة على التعايش اللي ما هو على حساب حد و ونتيجة لتضحياتنا ذات من ستين سنة من تاريخ موريتانيا اللي لا ضحينا لكننا مثلا لدينا عدلوا لو لا مننا رئيس والله والله كثيرا عادي نقال نفسك الشيخ صريح حكمت موريتانيا نحن إلا حكمناها بسبب معطيات قدرية جاءوا وحدين هذا ما يحسب على الشعب والشعب ما تحسب عليه نتائج الأنظمة ولا إيجابياتها ما تحسب له كادنها ولا سلبياتها الأنظمة وحدها وفنواكشو ومفرازات معينة وأحداث وأقدار معينة وتخلوا حد الأركيات إياها مني عدتوا هامكم بصيفة وذي وإحنا وداياتنا ضائعة وتدخلوا شورنا ما ما أنكم عاطين رسول وترجعوا وتعيبونا في النواقشو في فيسبوك وصاتكم الأمليجو وتأمروا علينا بشكل صريح إلى الضباطنا وعلى أطرنا وعلى رجال أعمالنا وعلى مواطنينا وعلى شعبنا الضعي في الشمال الأركيات إياها نطالب بإلحاح بهذه المعطيات وهذه المراجعة الدستورية الاستعجالية مع تمسكنا الصارم بالوحدة الوطنية والهوية الموريتانية والخلفية الحضارية الإسلامية الجامعة والسلام عليكم ورحمة الله الكاتب الصحفي عبد الفتاح والعبيدنا المهتم بالشامل الرئاسي في أفق ألفين عربا عشرين